أعلنت السلطات الصحية تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة عدن بعد يوم واحد من بيان لمكتب الصحة في المدينة أكد فيه عدم وجود أي حالة إصابة مرجعا ارتفاع عدد الوفيات إلى آثار كارثة السيول التي أصابت المدينة الأسبوع الماضي أحد الأطباء العاملين في عدن كان قد أكد على صفحته في الفيسبوك استقباله عشر حالات لها أعراض مشابهة لأعراض وباء كورونا توفي منهم اثنان ومن بين المرضى ثلاثة أطباء اختصاصيين وكان بيان صادر عن مكتب منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن قد أكد على وجود مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد رغم عدم الإعلان عن ذلك ومن إمكانية الانتشار السريع للوباء نظرا لتوفر العوامل المساعدة على انتشاره من مستويات منخفضة للمناعة العامة ومستويات عالية من الضعف الحاد إلى نظام صحي هش ومثقل وكلها عوامل تساعد على انتشار الوباء بحسب ليزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن في حالة لو ظهرت أي حالات مرضية من مرض كورونا كوفد 19 الاعتراف الرسمي بوجود حالات مصابة بالفيروس جاء بعد البيان الأممي الذي أكد فيه أن الإعلان عن أي تهديد محتمل للأمن الصحي العالمي وإدارته تقع على عاتق السلطات الوطنية مشيرا إلى ضرورة إعلام الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم وفي حين تتحدث تقارير عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في صنعاء لا تزال السلطات الصحية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوتي تتكتم على الأمر الاعتراف بوجود الفيروس ينقل الحديث إلى المرحلة التالية وهو السؤال عن الاستعدادات لمواجهة انتشاره في بلد يعاني من انهيار تام للمنظومة الصحية وما الذي يمكن للمنظمات الأممية فعله باستثناء إصدار البيانات ترجمة نانسي قنقر